اشتركوا في القناة المقرر علينا في القانون التجاري هو احكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وعرفنا ان احنا هندرس بعض احكامه على ثلاث ابواب في الباب الاول قلنا هو باب الاوراق التجارية والباب التاني هو باب الشركات التجارية باب العقود التجارية والباب التالت هو باب الشركات التجارية وعرفنا مع بعض أن الباب الأول وهو باب الأوراق التجارية هيمتد معنا طول الفصل الدراسي الأول وعرفنا مع بعض يعني إيه أوراق تجارية وقلنا أن المشرع لما أورد الأوراق التجارية عندي أورد ثلاث أنواع من الأوراق التجارية على سبيل المثال وليس الحصر يعني إيه؟ قلنا يعني أنا عندي الشيك والكنبيالة والسند الإذن طيب ظهرت قدامي ورقة فيها جميع حصائص الأوراق التجارية ولكنها ليست شيك ولا كنبيالة ولا سند إذني هل بتعد ورقة تجارية؟ أيوة طالما توفرت فيها جميع الحصائص الموجودة في الأوراق التجارية هتعد ورقة تجارية حتى لو لم يذكرها المشرع؟ أيوة حتى لو لم يذكرها المشرع لأن المشرع لما ذكر قلنا هذه الأوراق كانت على سبيل المثال وليس الحصر طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض وعرفنا إيه هي الأوراق التجارية وعرفنا أن الأوراق التجارية دي عبارة عن محررات شكلية يعني إيه محررات شكلية؟ يعني محررات مكتوبة بطريقة معينة أو بشكل معين اشترطوا المشرع وعرفنا أن المحررات بتكون مكتوبة بشكل معين ولابد أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية وعرفنا أن التداول بالطرق التجارية هو التظهير والتسليم ولابد أن يكون محل أو موضوع الورقة التجارية هو إيه؟ هو مبلغ من النقود وفرقنا ما بين النقود والمال يبقى حضرتك لما تقولي مبلغ من المال هقولك غلط يبقى إيه المطلوب هنا؟ أن يكون مبلغ أن أقول مبلغ من النقود لأن إحنا فرقنا ما بين المال والنقود وقلنا إيه هو المال؟ قلنا أي شيء سواء كان عقار أو منقول له ثمن أو له قيمة فهو إيه؟ فهو مال يعني الموبايل مال، الترابيزة مال، الشقة اللي حضرتك قاعد فيها دي مال طيب النقود المقصود بها هنا في الأوراق التجارية إيه؟ المقصود بها هنا هي الفلوس اللي هي اللي بنروح بنشتري بيها السلع يبقى بأبسط المعاني النقود المقصودة هنا هي الإيه؟ هي الفلوس ويعرفنا أن الأوراق التجارية لها خمس خصائص وقلنا إيه هما؟ أول حاجة أنها تكون ثقوق مكتوبة يتم تداولها بالطرق التجارية تكون قابلة بالتداول بالطرق التجارية قلنا إن هي يجري العرفة على اعتبارها كأداة للوفاء قلنا إن هي بتكون مستحقة الدفع بعد أجل قصير طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض عن الأوراق التجارية وعرفنا إيه هي الكمبيالة وعرفنا أطرافها وعرفنا إن الكمبيالة بتتكون من كم طرف؟ تتكون من ثلاث أطراف وهما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وبعد كده اتكلمنا عن السند الإذني وعرفنا إن السند الإذني بيتكون من طرفين إيه هما؟ المسحوب عليه أو المدين أو المحرر السند والمستفيد وبعد كده اتكلمنا عن الشيك وعرفنا انه هو فيه تلات اطراف وهما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ولكن المسحوب عليه دائما هو البنك فيه الشيك طيب بعد كده دخلنا مع بعض وتكلمنا بقى فيه الكمبيالة وفي نشقة الكمبيالة وعرفنا ان الكمبيالة قلنا هنتكلم في المبحث الاول لنشقة الكمبيالة هنتكلم عن اربع مواضيع مهمة بدأنا اول موضوع منهم في الحلقة اللي فاتت وهو كان الشروط الموضوعية لنشقة الكمبيالة طيب الشروط الموضوعية لانشاء الكمبيالة عندي قلنا هما اربعة ايه هما قلنا هما كانوا الرضا والمحل والسبب والاهلية وانتهينا منهم ومن شرحهم وبعد كده اتكلمنا مع بعض عن الشروط الشكلية لنشقة او لانشاء الكمبيالة طيب تعالوا بقى النهاردة هنتكلم مع بعض ونستكمل الشروط الشكلية لانشاء الكمبيالة بس تعالوا نبدأها من الاول علشان خاطر اللي ما كانش متابع معنا او اللي ناسي نقدر ان احنا ناخد الدرس كله على بعضه فيقدر انه هو يستوعبه بسهولة الشروط الشكلية لانشاء الكمبيالة قلنا هما عندي الكتابة ويتوافر البيانات الالزامي كلمنا مع بعض اول حاجة عن الكتابة كاول شرط من الشروط الشكلية لانشاء الكمبيالة وقلنا احنا كنا قايلين في الخصائص ايه لابد ان تكون الاوراق التجارية مكتوبة او في صقوق مكتوبة طب بما اني بقى بتكلم دلوقتي عن الكمبيالة كنموذج للاوراق التجارية قلنا ان هي لابد ان تظهر في شكل محرر مكتوب وذلك لاثبات الالتزام الصرفي السابت فيها طيب واتكلمنا برضو عن تاني شرط من الشروط الشكلية وهو كان طوافر البيانات الالزامية وقلنا عندي المشرع اشترط كم شرط فيه او طوافر كم بيان فيه الكمبيالة قلنا عشر بيانات اولهم كلمة كمبيالة بيان امر الدفع مبلغ الكمبيالة اسم المسحوب عليه اسم المستفيد تاريخ انشاء الكمبيالة مكان الكمبيالة معاد الاستحقاق مكان الوفاء واخيرا توقيع السحب يبقى دي العشر بيانات الالزامية اللي المشرع اشترط وجودهم فين في الكمبيالة نبدأ مع بعض قلنا بكلمة كمبيالة وقلنا ان المشرع في قانون التجارة الجديد اشترط ان بتكتب على الورقة كلمة كمبيالة وقلنا ان هو اتأثر بما قاله قانون جنيف الموحد وقلنا ايه هو قانون جنيف الموحد قلنا دي كانت معاهدة دولية للأوراق التجارية وهنلاقي ان المشرع اتأثر بيها في اكتر من موضع في قانون التجارة الجديد طيب انا عندي المشرع اشترط ان كلمة كمبيالة بتكتب كم مرة هتكتب مرتين مرة في اعلى الكمبيالة ومرة تانية في وسط الكمبيالة هتلاقيها جنب عبارة ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة زي ما احنا شايفين مع بعض عندي كلمة كمبيالة موجودة في اعلى الورقة ومرة تانية بتتكرر في ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة طيب ليه المشرع اشترط وجودها واشترط ان هي تتكرر قلنا علشان في الحالة دي بيكون هنا هذه الورقة بتكون ورقة تجارية وقاطعة الدلالة على انه بيتم تداولها بالطرق ايه بالطرق التجارية وكنا قلنا برضو ان بعد ما اشترط المشرع لكتابة كلمة كمبيالة لم يشترط كلمة لازن او لامر زي ما كان بيشترط في القانون التجارة القديم طيب يبقى في قانون التجارة القديم لو ما كتبناش ادفعوا لامر او لازن فلان فكانت هذه تخرج من عداد الاوراق التجارية طيب في القانون الجديد قالك لا هنكتفي بان احنا هنقرر كلمة كمبيالة مرتين يبقى كده اي حد هيجوف هذه الورقة هيعرف ان هي كمبيالة وهيعرف ان كده هي بيتم تداولها بالطرق ايه بالطرق التجارية طيب قلنا ان حاليا في قانون التجارة الجديد بمجرد كتابة كلمة كمبيالة على الورقة بتكون قابلة للتداول بالتظهير حتى لو لم يكتب لازن او لامر وقلنا اذا كانت الورقة خالية من كلمة كمبيالة فانها تخرج من عداد الاوراق التجارية طيب تاني بيان معنا وهو بيان امر الدفع زي ما احنا شايفين المربع المظلل او المستطيل المظلل الموجود على الكمبيالة مكتوب في ايه ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لاكرم او لاسم المستفيد يبقى امر الدفع لابد ان يكون صريح وغير معلق على شرط يعني انا بس اما ينفعش اقول ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لاكرم اذا نجح ابن او اذا تمت الصفقة بنجاح ينفع لا يبقى امر الدفع لابد ان يكون صريح يعني ايه يعني يكون غير معلق على شرط فلا يصح ان يكون الوفاء بقيمة الكمبيالة احتمال يعني انا انا اقول ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لاكرم مبلغ 10.000 جنيه اذا تمت الصفقة بنجاح طيب انا كده في عندي احتمالات مش في احتمال ان الصفقة تنجح واحتمال ان الصفقة تفشل يبقى انا هنا هل يبقى لا يصح ان يكون الوفاء بقيمة الكمبيالة معلق على احتمال يبقى هنقول تاني امر الدفع لابد ان يكون صريح وغير معلق على شرط وهذا البيان اللي هو بيان امر الدفع بيعطي للكمبيالة الحق في تداولها بالطرق التجارية يبقى انا دلوقتي لما اقول ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة يبقى انا كايني بقولهم ايه بقولهم الكمبيالة دي او الورقة دي يا جماعة بيتم تداولها بالطرق ايه بيتم تداولها بالطرق التجارية وهنلاقي ان بيقترن اسم المستفيد ببيان امر الدفع زي ما احنا شايفين كده ادفعه بموجب هذه الكنبيالة لمين بنكتب اسم المستفيد يبقى اسم المستفيد مقترن دايما بامر الدفع طيب لو تخلف اسم المستفيد يعني لو اسم المستفيد مش موجود اقرم ده مش موجود ادفعه بموجب هذه الكنبيالة مثلا لحامل يبقى هنقول هنعتبر هذه الكنبيالة لايه للحامل يبقى اي شخص بيحمل هذه الكيمبيالة هيكون هو ايه هيكون هو المستفيد فيها طب اذا جاءت الكيمبيالة خاليا من بيان امر الدفع ايه اللي بيحصل بتفقد سفدها كورقة تجارية يبقى ما بتبقاش ورقة تجارية بتتحول لورقة تانية اين كان بقى ايه هي الورقة تانية كانت ورقة مدنية او كورقة تجارية لكن احنا هنقولها تبقى ايه هتبقى ورقة مدنية يبقى إذا جاءت الكنبيالة خالية من بيان أمر الدفع بتفقد صفتها كورقة تجارية طيب ثالث بيان معنا وهو بيان مبلغ الكنبيالة لابد أن يكون المبلغ في الكنبيالة مبلغ نقدي إحنا قلنا موضوع الأوراق التجارية في الخصائص لو نفتكر موضوع الأوراق التجارية بيكون إيه؟ بيكون مبلغ من النقود صح ولا لأ؟ طيب يبقى أنا دلوقتي بتكلم على إيه؟ بتكلم على أن لابد أن يكون المبلغ اللي موجود في الكنبيالة مبلغ نقدي ينفع يكون بضاعة؟ لا ما ينفعش يبقى لابد أن يكون مبلغ نقدي لابد أن يكون فلوس طيب يبقى لابد أن يكون مبلغ نقدي حتى تستطيع الكنبيالة القيام بوظيفتها الاقتصادية كأداة للوفاء بديلا عن النقود يبقى عرفنا ليه؟ لابد أن يكون المبلغ اللي موجود في الكنبيالة مبلغ نقدي لأنه بيقوم بتقوم هذه الكنبيالة بدورها كأداة للوفاء بدلا من النقود فيبقى لازم يكون محلها مبلغ من النقود وزي ما احنا هنا شايفين في الكنبيالة مكتوب المبلغ كم مرة مرتين مرة في أعلى الكنبيالة بالأرقام ومرة أخرى في أسفل الكنبيالة بالحروف ولابد أن يكتب المبلغ في صلب الكنبيالة ذاتها ليه في صلب الكنبيالة ذاتها؟ احنا فيه عندنا مبدأ في الأوراق التجارية اسمه مبدأ الكفاية الزاتية للورقة التجارية يعني إيه مبدأ الكفاية الزاتية للورقة التجارية؟ يعني أنا أول ما أشوف أو أفتح الورقة التجارية أعرف كل البيانات الموجودة فيها بدون الرجوع لورقة تجارية أخرى يعني لو أنا مثلا كتبة هنا بكتب المبلغ 10 تلاف جنيه يبقى ما ينفعش أقول أن مثلا عند المبلغ هنقول إيه ويرجع إلى مثلا العقد المدون بيننا ينفع؟ لا ما ينفعش يبقى هنا لازم يكون المبلغ موجود في صلب الورقة التجارية لتحقيق مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية الورقة التجارية دي ورقة مستقلة بذاتها المفروض أول ما أفتحها أعرف مين اللي محررها أعرف مين المستفيد فيها مين المسحوب عليه المبلغ الموجود لو تم تظهرها أعرف ظهرت لمين يبقى بعرف كل البيانات اللي أنا عايزة أعرفها من الورقة ذاتها بدون الرجوع إلى ورقة أخرى فلا يصح كتابة ادفعوا المبلغ المتفق عليه في عقد البيع يبقى ما ينفعش أقول إيه؟ ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة إلى أقرم المبلغ المتفق عليه في عقد البيع ليه ما ينفعش؟ لأن أنا كده أحلت لورقة تانية وده بيخل بمبدأ الكفاية الذاتية اللي موجود في الأوراق التجارية طيب يبقى أنا هنا لابد أن يكون المبلغ موجود ومكتوب فين في صلب الكمبيالة ذاتها ولابد من كتابة مبلغ محدد تحديداً دقيقاً في الكمبيالة بحيث يكفي معرفته بمجرد الاطلاع على الكمبيالة يبقى أنا هنا لما هشوف المبلغ اللي قدامي ده محدد تحديد دقيق ولا لا؟ آه طبعاً محدد أهو عشر تلاف جنيه مصري طيب يبقى أنا ممكن يكون المبلغ غير محدد تحديد دقيق يعني مثلاً لو قلت المبلغ عشر تلاف جنيه وتستحق فوائد كل شهر بقيمة اتنين في المية هل هنا المبلغ محدد تحديد دقيق؟ لا يبقى الله يصلح أن أنا أكتب إيه؟ أكتب المبلغ وفوائده يبقى أنا هنا عايزة مبلغ محدد تحديد دقيق علشان بمجرد أن أنا أشوفه أعرف بمجرد الاطلاع على الكمبيالة أعرف قيمة هذا المبلغ وذلك تحقيقاً لمبدأ وحدة المبلغ في الكمبيالة يبقى أنا لازم المبلغ يكون عندي محدد تحديد دقيق ولازم يكون عندي في الكمبيالة مبلغ واحد يعني ما ينفعش أقول ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة المبلغ الموضع علىه وقدروا 10.000 جنيه في تاريخ 1.8 ومبلغ 5.000 جنيه في تاريخ 1.12 ومبلغ 5.000 جنيه تانيا في تاريخ 1.7 ينفع لا يبقى لابد أن يكون في الكمبيالة مبلغ 1 وده هيربطنا بجزئية بعد كده أن لابد أن يكون في الكمبيالة مبلغ 1 وتاريخ استحقاق 1 لأن لو تعددت المبالغ هتتعدد تواريخ الاستحقاق وهذا إيه لا يجوز في الكمبيالة يبقى هنقول لابد أن يكون المبلغ محدد تحديدا دقيقا وإيه في الكمبيالة وذلك تحقيقا المبدأ إيه وحدة المبلغ في الكمبيالة طيب جرت العادة أن يكتب مبلغ الكمبيالة مرتين مرة في أعلى الورقة التجارية أو مرة في أعلى الكمبيالة بالأرقام ومرة أخرى في صلب الكمبيالة بالحروف يبقى أنا شايفة قدامي ياهو فأعلى الكمبيالة كدبين 10.000 جنيه بالأرقام واحد وقدامه أربع أصفار طيب ننزل تحت المبلغ الموضح أعلى وقدره 10.000 جنيه بالإيه بالحروف طيب هيحصل عندي مشكلة إيه هي؟ هنعمل إيه لو اختلفت القيمتين يعني لو أنا فوق كتبت بالأرقام 10.000 جنيه وتحت اتكتب 7.000 جنيه بالحروف يبقى أنا عندي هنا اختلفت القيمتين في الكمبيالة هل العبرة بقى بالأرقام ولا بالحروف؟ خدها قاعدة عندك لما طالما فيه أرقام وحروف يبقى أنا العبرة عندي بالمبلغ المكتوب بالحروف طيب ليه؟ لأن الكتابة بالحروف أقل عرضة للتزوير أنا ممكن العشر تلاف جنيه ممكن أعملها أزود صفر تبقى 100.000 جنيه ممكن صفر ممكن تبقى مليون جنيه طيب يبقى دلوقتي سهل التزوير فيه الأرقام لكن بيصعب فيه الحروف يبقى العبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الكتابة بالحروف أقل عرضة للتزوير طيب تعالى ناخد احتمالتين طيب إيه اللي يحصل لو تم كتابة المبلغ مرتين بالحروف ولكن المرتين المرة المبلغ فوق بمبلغ وتحت بمبلغ تاني يعني احنا شايفين هنا دلوقتي المبلغ تكتب عندي مرتين بالحروف المبلغ موجود فوق عشرة آلاف جنيه لكن لما جينا نقرره تحت لقيناه سبع تلاف جنيه طيب هاخد بالمبلغ اللي فوق اللي هو العشرة تلاف جنيه ولا هاخد بالمبلغ اللي سبع تلاف جنيه برضو هناخدها قاعدة دايما هناخد العبرة بالمبلغ الاقل لان الشك بيفصر في مصلحة المدين انت كمدين مصلحتك تدفع العشرة تلاف جنيه ولا تدفع السبع تلاف جنيه لأ طبعا مصلحتك انك تدفع المبلغ الاقل يبقى العبرة هنا بالمبلغ الاقل نفس الحكاية لو تكتب فوق عشرة تلاف جنيه بالارقام وتحت سبع تلاف جنيه بالارقام هناخد بالايه؟ هناخد برضو بالمبلغ الاقل لان الشك يفسر في مصلحة المدين عندي رابع بيان معايا هو بيان اسم المسحوب علي اشترط المشرع كتابة اسم المسحوب عليه بطريقة واضحة يبقى انا لما اجي اكتب اسم المسحوب عليه زي ما احنا شايفين في المستطيل المظلل عندي الملون ده يبقى هنلاقي ان اسم المسحوب عليه هو ايه؟ المؤمن طبعا بيبقى الاسم ايه؟ كامل وبكتب بقى بيانات المسحوب عليه بكتب الرقم القاومي بكتب عنوانه وبكتب مهنته طيب يبقى هنا اشترط المشرع كتابة اسم المسحوب عليه بطريقة واضحة طيب في اسم المسحوب عليه هنفترض مع بعض هنفترض الكمبيالة وجود علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه بتسمى مقابل الوفاء يبقى انا عندي هنا لما اجي اشوف العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه هنا هلاقي ان المسحوب عليه مدين للساحب عليه فلوس للساحب عليه مبلغ ليه المبلغ دي انا بسميه ايه مبلغ مقابل الوفاء يبقى هنا بتفترض الكمبيالة وجود علاقة سابقة ما بين الساحب والمسحوب عليه بتسمى مقابل الوفاء هنلاحظ حاجة بقى هنلاحظ ان المسحوب عليه هنا مالوش اي توقيع على الكنبيالة يبقى المسحوب عليه هندي هنا ليه اي توقيع على الكنبيالة لا مين اللي موقع التوقيع الموجود الوحيد على الكنبيالة هو ايمان محمد اللي هو اسم الايه اسم الساحب طيب يبقى هنا هنلاقي إن المسحوب عليه غريب عن الكمبيالة هو ممكن تكون لو أنا الساحب ممكن أكون سحبت الكمبيالة لصالح المستفيد والمسحوب عليه ما كانش موجود معانا في الموضوع ده أصلا يعني ما كانش موجود معانا وإحنا قاعدين بنكتب هذه الكمبيالة يبقى المسحوب عليه غريب عن الكمبيالة غريب عليها لحد إمتى لغاية لما يوقع عليها بالقبول طيب إذا لم يكتب اسم المسحوب عليه فلا تعتبر الورقة كمبيالة يبقى لو المسحوب عليه لم يكتب اسمه إحنا قلنا الورقة أو الكمبيالة بتتكون من كم طرف من ثلاث أطراف الساحب والمسحوب عليه والمستفيد طيب لو اسم المسحوب عليه مش موجود إيه اللي هيحصل؟ هيتبقى عندي طرفين هما مين؟ هما الساحب والمستفيد طيب ده ما بيلفدش نظرك لحاجة أي ورقة تجارية من اللي إحنا درسناهم كان فيها ساحب أو محر للورقة التجارية ومستفيد طيب أنا هسيبها لكم إنتوا تجاوبوا عليها وإن شاء الله لما نوصل للورقة التجارية الخاصة بيها هنبقى إحنا نجاوب عليها طيب بعد كده هنشوف مع بعض اسم المستفيد البيان رقم خمسة عندي هو اسم المستفيد اشترط المشرع كتابة اسم المستفيد في الكمبيالة زي ما احنا شايفين كده في المستطيل المظلط اسم المستفيد عندي هنا كمثال بناخده هو مين هو أكرم قد يذكر اسم المستفيد ولو لم يذكر قلنا بيكون الكمبيالة المين هتكون لحامله يعني ممكن نقول ادفعه لحامله في هذه الحالة بيكون المستفيد أي شخص بيحمل ايه بيحمل سقق الكمبيالة أو بيحمل هذه الكمبيالة طب إذا تخلف اسم المستفيد بسيطة إحنا قلنا إذا تخلف اسم المستفيد وما كانش موجود هنعتبر الكمبيالة ايه هنعتبر الكمبيالة لحامل طيب هل يجوز للشخص أن يسحب كمبيالة لصالح نفسه نعم يجوز للشخص أن يسحب كمبيالة لصالح نفسه طيب يعني ممكن يبقى الساحب هو هو مين المستفيد طيب إيه دليلك على كده دليلي المادة رقم 381 من قانون التجارة الجديد المادة دي قالتلي يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه يعني أقدر أكون أنا الساحب وكون المستفيد في نفس الوقت طيب هل الكلام ده ينفع في الحياة التجارية بينفع وده إحنا بنسميه يعني أنا أكون الساحب والمستفيد في نفس الوقت ده بنسميه عمل تحضيري للكمبيالة يعني إيه؟ يعني أنا دلوقت بكتب نفسي كمستفيد في الكمبيالة وبتظهر الكمبيالة بقى إمتى؟ لما بقى ظهرها لشخص تاني هنا بقى بتاخد مجراها الطبيعي يبقى هل يجوز سحب الكمبيالة وأكون أنا فيها لصالح الساحب نفسه أكون فيها الساحب والمستفيد أيها المادة 381 من قانون التجارة الجديد قالتلي يجوز بقالتلي إيه كمان؟ قالتلي بيجوز سحب الكمبيالة على الساحب يعني إيه؟ يعني ممكن بقى أنا الساحب والمسحوب عليه يعني إيه؟ يعني أنا هقدي المبلغ لنفسي هل ده يعقل؟ بص هو فيه لو إحنا أخدناها منطقيا كده لا تعقل لكن لو أخدناها بقى في الحياة التجارية هتبقى ممكنة ومعقولة لو مثلا فرضنا ما بين الأشخاص الاعتبارية لو إحنا عارفين إن الشركات بيكون لها فروع بيبقى فيه مركز رئيسي وفيه الفروع التابعة لي فلو أنا المركز الرئيسي ممكن إن أنا أكتب كمبيالة على الفرع بتاعي صح ولا لأ ممكن أسحب كمبيالة على الفرع بتاعي طيب في الحالة دي مش أنا والفرع كشركة مش إحنا قلنا الشركة وفروعها ليهم شخصية معنوية واحدة أيوة يبقى في الحالة دي أنا سحبت كمبيالة على نفسي يبقى أنا المركز الرئيسي وسحبت كمبيالة على حساب شخص آخر كمبيالة لأمر الساحب نفسه يبقى بيكون فيها هو الساحب والمستفيد وبيجوز ساحبها على الساحب بيكون في الحالة دي الساحب هو المسحوب عليه بيكون ساحب ومسحوب عليه في نفس الوقت وبيجوز ساحبها لحساب شخص آخر ودي الوضع الطبيعي اللي إحنا بنتكلم فيه دايما طيب سادس بيان معايا وهو بيان تاريخ إنشاء الكمبيالة وهو من البيانات المهمة جدا جدا في الكمبيالة إحنا شايفين فين موقعه على الورقة اللي معايا أو على الكمبيالة اللي معايا هو في أعلى الورقة التجارية تحت العنوان بتاع الكمبيالة هنلاقي كده مثلا بتاريخ 1-6-20-22 يبقى ده التاريخ اللي أنشأت فيه الكمبيالة اللي صحبت فيه هذه الكمبيالة طيب ليه هو مهم قال لك ما هنا من خلال التاريخ ده بعرف وقت إنشاء الكمبيالة فهل مثلا كان الساحب في هذا الوقت كامل الأهلية ولا ناقص الأهلية هل كان تم 21 سنة ولا كان أقل من 21 سنة هل كان وصل 18 سنة وكانت في التاريخ ده كان فعلا حصل على إذن المحكمة ولا لم يحصل عليه يبقى أنا هنا التاريخ ده من التواريخ أو من البيانات المهمة جدا في الكمبيالة وممكن كمان أحيانا بيكون تاريخ الاستحقاق بعد مدة معينة من إصدار الكمبيالة يعني إحنا شايفين معنا هنا في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق بعد ثلاث شهور من تاريخه طيب إيه المقصود من تاريخه؟ المقصود هنا هو تاريخ إنشاء الكمبيالة طيب لو التاريخ ده مش موجود أنا هعرف حدد الثلاث شهور يبدأوا من إمتى بتوى تاريخ الاستحقاق؟ لا يبقى زي ما قلنا كده إن تاريخ إنشاء الكمبيالة من البيانات المهمة جدا عندي وممكن كمان بعرف بيه بداية مدد التقادر بداية مدد التقادر طيب إذا تخلف بقى بيان تاريخ إنشاء الكمبيالة هطب طول الكمبيالة أنا لا هعرف بقى تاريخ الاستحقاق لو كان مرتبط بمدة زي ما قلنا كده تستحق بعد ثلاث شهور من تاريخه أنا مش هعرف أحسب تاريخ الكمبيالة يبدأ من إمتى مش هعرف إذا كان المواقع على الكمبيالة كان كامل الأهلية ولا ناقص الأهلية وقت ما حررها في بيانات كتير جدا هتقع مني إذا وقع تاريخ أو إذا تخلف بيان تاريخ إنشاء الكمبيالة يبقى إذا تخلف بيان تاريخ إنشاء الكمبيالة بتبطل الإيه؟ الكمبيالة عندي السابع بيان هو بيان مكان الكمبيالة في الحقيقة هو بيان مكان الكمبيالة من البيانات يعني إيه؟ هو نقدر نقول إن بيانات الفايدتها أو بعرفها لسبب محدود إيه هو؟ قال لك لماذا اشترط المشرع وجود بيان مكان إنشاء الكنبيالة قال لك البيان ده بيفيدني بس فيه علاقات تنازع القوانين يعني اين يعني البيان ده هو اللي بيحددلي القانون الواجب التطبيق على الكنبيالة لو كانت اتسحبت في بلد آخر يعني احنا كاتبين هنا حررت فيه مثلا القاهرة القاهرة دي فين دي موجودة في مصر طيب ممكن تسحب الكنبيالة في دولة تانية زي السعودية مثلا يبقى انا دلوقتي عايزة اعرف يبقى انا المكان بتاع الكنبيالة او البيان ده هيحددلي القانون الواجب التطبيق على الكنبيالة لو هي مثلا حررت في السعودية هيكون القانون السعودي ولا القانون المصري يبقى انا بعرف اذا كانت سحبت من بلد الى اخر طيب لان شكل الكنبيالة بيقضع لقانون مكان إنشاءها خلاص يبقى انا هنا ده السبب الا عشانه بكتب بيان مكان الكنبيالة طب اذا تخلف مكان الانشاء هل تبطل الكنبيالة لا لا تبطل الكنبيالة وهتعتبر انشاءة في العنوان المكتوب بجوار اسم الساحب هو مين اللي انشاء الكنبيالة؟ مين اللي كتب هذه الكنبيالة؟ الساحب صح ولا لا؟ طيب يبقى الساحب هنا انا عندي موجود فين؟ هشوف العنوان اللي كتبه الساحب لنفسه اللي هو عنوان الساحب وهيبقى ده عنوان إنشاء او مكان إنشاء الكنبيالة طيب انا عندي هنا مثلا العنوان المعادي طيب المعادي دي موجودة فين؟ في جمهورية مصر العربية صح؟ يبقى انا عرفت ان هذه الكمبيالة انشأت في جمهورية مصر العربية يبقى هيتطبق عليها قانون التجارة المصر طب اذا لم يكتب عنوان الساحب يعني انا ما لقيتش فيه عنوان مكتوب فوق للكمبيالة او ما كان الكمبيالة غير مكتوب جيت اشوف بقى علشان اقول ده هو نفس عنوان الساحب لقيت ان الساحب نفسه ملهوش عنوان طب في الحالة دي طبطل الكمبيالة طب ايه البيان التامن معنا وهو بيان معاد الاستحقاق يعني ايه معاد الاستحقاق يعني هو ده التاريخ اللي هيتم فيه الوفاء بقيمة الكمبيال انا عندي هنا مثلا تاريخ الاستحقاق في 1-28-22 يبقى الكمبيالة دي تم او كانت مستحقة فيه في 1-8 او في 1 اغسطس لابد من تحقيق مبدأ وحدة تاريخ الاستحقاق ايه يبقى هنا لازم يكون عندي تاريخ استحقاق واحد احنا شايفين في الكمبيالة اي تاريخ استحقاق تاني لا هو تاريخ استحقاق واحد وهو مرتبط بمبدأ وحدة مبلغ الكمبيالة فاكرين من شوية لما كنا بنتكلم عن مبلغ الكمبيالة وقلت ان ما ينفعش اقول ان مثلا ادفعوا مبلغ 10,000 جنيه في تاريخ واحد تمانية اه اه في تاريخ واحد تمانية ادفعوا مبلغ 5,000 جنيه تانيين في تاريخ واحد عشرة وادفعوا مبلغ 5,000 جنيه ثلاثين في تاريخ واحد اتناشا هلاقي هنا ان انا لو عددت المبلغ هعدد تواريخ الاستحقاق وهذا لا يجوز في ايه في الكنبيالة يبقى لابد من تحقيق مبدأ وحدة تاريخ الاستحقاق وهو مرتبط بمبدأ وحدة مبلغ الكنبيالة زي ما قلنا فاذا تعدد المبلغ هيتعدد تاريخ الاستحقاق وذلك لا يجوز بيتحدد معاد الاستحقاق للكمبيالة باحدة طرق الاتية وياريت بقى نركز جدا جدا في الجزئية دي لان هي من الاجزاء المهمة في البيانات الالزامية في الكنبيالة عايزين نعرف ازاي بيتحدد معاد الاستحقاق في الكنبيالة انا عندي بيتحدد باربع طرق حددها للمشرع وما ينفعش اخرج عنها اول طريقة وهي الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع يبقى الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع بمعنى ان المستفيد وقت ما هيقدم هذه الكنبيالة للمسحوب عليه هتكون مستحقة الدفع يبقى انا مثلا قدمت له الكنبيالة انشأت مثلا في تاريخ واحد ست جيت انا بعديها بشهر قدمت له الكنبيالة يبقى هنا وهي كانت لدى الاطلاع يبقى مجرد ما هقدمها هتبقى مستحقة الدفع طب ينفع ان انا اقدم له الكنبيالة بعد عشر سنين اقول له اصلا هي مستحقة الدفع لدى الاطلاع اقول لك لا ما ينفعش اقدمها له بعد المدة دي طيب ليه لان الكنبيالة بتقدم للوفاء خلال مدة سنة من تاريخ انشأها يعني هي انشأت فين انشأت بتاريخ واحد ستة عشرين اتنين وعشرين يبقى في التاريخ دوت سنة عشرين تلاتة وعشرين لابد ان تقدم الكنبيالة في خلال السنة دي طيب لو تقدمت بعد كده لو تقدمت بعد مرور سنة يبقى في الحالة دي هنقول ان المستفيد هنا هو حامل او الحامل هنا هو حامل مهمل والحامل المهمل زي ما احنا هنشوف بيكون عقابه قليم وبيعاقب بسقوط الكنبيالة وده هناخده بعد كده ان شاء الله في الدروس القادمة يبقى انا اللي يهمني دلوقت ان الكنبيالة بتقدم للوفاء خلال مدة سنة من تاريخ انشأها اذا كان تاريخ استحقاقها لدى الاطلاع فاذا لم تقدم للوفاء خلال هذه المدة بيكون المستفيد حامل مهمل تاني طريقة معايا من الطرق اللي حددها المشارع لاستحقاق الكنبيالة هي ان تكون الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع يعني احنا شايفين هنا هو تاريخ الاستحقاق بعد شهر من الاطلاع طب دي بتتم ازاي؟ هنقول الحامل بيقدمها للمسحوب عليه علشان يوقع عليها احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الحامل الكنبيالة قبل معاد الاستحقاق بيروح ايه؟ بيروح ليه؟ ليه المسحوب عليه ويقدم له الكنبيالة طيب الحامل هنا لابد ان يقدمها للمسحوب عليه للتوقيع عليها بالاطلاع خلال مدة سنة من انشاءها يبقى ده بيتم ازاي؟ بيقبلها المسحوب عليه يعني مقرد ما يقدمها المسحوب عليه بيقبلها وبيقرخ تاريخ قبوله وبيحسب تاريخ الاستحقاق من تاريخ الاطلاع وهي مدة ايه؟ وهي مدة شهر تالت طريقة معايا وهي ان تكون الكنبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين ودي مفيش فيها اي مشكلة فلو الكنبيالة مستحقة الدفع في 1.28.22 يبقى في الحالة دي هتكون ومجرد ما بييجي هذا التاريخ بندفع او بتستحق الكنبيالة مستحقة الدفع في 1.12 مثلا 22 يبقى مجرد ما هيجي 1.12 هتكون الكنبيالة ايه؟ مستحقة الدفع طيب رابع طريقة معايا وهي ان تكون الكنبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من اصداره زي ما احنا شايفين هنا تاريخ الاستحقاق بعد 3 شهور من تاريخه ايه هو بقى تاريخه؟ هيتحسب من تاريخ انشاء الكنبيالة فلو هي ما انشأت في 1.6 لبقى هيكون تاريخ الاستحقاق امتى؟ هيكون تاريخ الاستحقاق في شهر 9 في شهر سبتمبر ونبه المشاجر على ان الكنبيالة لو اجتملت على معاد استحقاق غير المواعيد سالفة الزكر بتكون الكنبيالة باطلة يعني ايه؟ يعني احنا المشرع حدد لي اربع مواعيد احنا ذكرناهم دلوقتي طيب لو جينا مثلا وقلنا ان هتستحق الكنبيالة في يوم الفلانطين ينفع؟ لا لا يجوز هل المعادة حدده المشرع؟ لا تستحق الكنبيالة في يوم المولد النبوي او في يوم عيد القب ينفع؟ لا يبقى انا عندي فيه اربع طرق حددهم المشرع لاستحقاق الكنبيالة تعالوا نراجعهم مع بعض ايه هما؟ هما اول حاجة الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع اتنين الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع تلاتة الكنبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين اربعة الكنبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من اصدارها لو في طريقة من هذه الطرق او في طريقة تانية غير الاربعة دول تم تحديد بيها معاد الكنبيالة بتكون ايه؟ بتكون باطلة طب اذا بقى لم تشتمل الكنبيالة على معاد استحقاك هنقول بتكون الكنبيالة صحيحة ولكن تعتبر مستحقة الدفع لدى الاطلاع يبقى انا لو ما لقيتش لو لقيت في معاد تاريخ الاستحقاك مفيش تاريخ محدد يبقى انا باعتبرها ايه؟ باعتبرها مستحقة الدفع لدى الاطلاع ومجرد ما أقدمها هتكون مستحقة إيه الوفاء أو مستحقة الدفع طيب تاسع بيان معنا وهو بيان مكان الوفاء فلابد من كتابة بيان مكان الوفاء في الكمبيالة طيب إذا تخلف بقى مكان الوفاء يعني أنا ما لقيتش في الكمبيالة مكان للوفاء زي الكمبيالة اللي معايا دي هعمل إيه هنقول هل تبطل الكمبيالة لا لا تبطل الكمبيالة وتعتبر مستحقة الوفاء في العنوان المبين بجوار اسم المسحوب عليه هو مين اللي هيطفع قيمة الكمبيالة؟ مين اللي هيوفي بيها المسحوب عليه؟ طيب يبقى أنا هعتبر هنا مكان الوفاء هو مكان المسحوب عليه اللي هيوفي بقيمة الكمبيالة وطبعا ممكن يكون مكان الوفاء بالاتفاق ما بيننا يعني ممكن نتفق على مكان للوفاء في مكان معين في مكتب حد من الأطراف أو في بنك معين يبقى هنقول مكان الوفاء بيكون بيان من البيانات اللي أنا أبقدر أحددها بالاتفاق طيب لو مش موجودة أو تخلف مكان الوفاء بنعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع في العنوان الموجود بجوار اسم المسحوب عليه بما إن المسحوب عليه هو اللي هيوفي بقيمة الكمبيالة يبقى عايزين نفرق ما بين تخلف مكان إنشاء الكمبيالة مكان الإنشاء عندي مش موجود وما بين تخلف مكان الوفاء إذا تخلف مكان الإنشاء بنعتبر الكمبيالة أنشئت في العنوان المبين بجوار اسم الساحب ليه؟ لأن الساحب هو اللي أنشأ الكمبيالة طيب إذا تخلف مكان الوفاء بتعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء في العنوان المبين بجوار اسم المسحوب عليه ليه؟ لأن المسحوب عليه هو اللي هيوفي مقيمة الكمبيالة عاشر بيان معنا والأخير وهو توقيع الساحب لابد من توقيع الساحب على الكمبيالة لأن أي ورقة بدون توقيع لا يكون لها أي قيمة قانونية أنا كتبت لك الكمبيالة ولكن ما وقعتش إيه اللي يثبت أن أنا كتبت الورقة دي؟ ما فيش أي إثبات يبقى الورقة دي ملهاش أي قيمة قانونية لو الساحب لم يوقع عليها طيب بكده نكون انتهينا من الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة وعرفنا البيانات الإلزامية اللي المشرع اشترطها في الكمبيالة تعالوا بقى نعرف مع بعض الأثار اللي بتترتب على تخلف أحد البيانات اللي إحنا ذكرناها في الكمبيالة طبعا ترك أي بيان من البيانات الإلزامية اللي إحنا ذكرناها في عدم احترام لشكلية الالتزام الصرفي طيب وإيه هو جزاء عدم احترام الشكلية الصرفية؟ والله جزاء عدم احترام الشكلية الصرفية بيتمثل في البطلق يبقى لو أنا تركت أي بيان من البيانات اللي إحنا العشرة اللي إحنا ذكرناهم ده هيبقى فيه عدم احترام للشكلية الصرفية وقلنا ده بيتمثل في البطلق لكن خلي بالك في بعض البيانات اللي لو تخلفت لا تبطل الكمبيالة والكمبيالة بتعد صحيحة طيب زي إيه؟ هنشوف مع بعض أول حاجة تخلف بيان تاريخ الإنشاء هنقول لو بيان تاريخ الإنشاء مش موجود هنعتبر الكمبيالة أنشأت في العنوان الموجود بجوار اسم الساحب قلنا ليه؟ لأنه هو اللي أنشأ الكمبيالة فطبيعي تكون الكمبيالة أنشأت في المكان اللي هو موجود فيه طيب عندي بعد كده تخلف بيان مكان الوفاء هنقول لو تخلف بيان مكان الوفاء فالكمبيالة بتكون مستحقة الوفاء في العنوان الموجود بجوار اسم المسحوب عليه ليه؟ لأن مين اللي هيوفي بقيمة الكمبيالة المسحوب عليه فمنطقه أن يكون مكان الوفاء هو المكان الموجود فيه المسحوب عليه تخلف بيان معاد الاستحقاق لو تفتكروا مع بعض في معاد الاستحقاق قلنا لو التاريخ مش موجود أو معاد الاستحقاق مش موجود هنعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع يبقى بكده إحنا عرفنا إيه هي الأثار اللي بتترتب على تخلف أحد البيانات تعالوا دلوقتي نتكلم عن آخر فصل موجود معنا أو آخر جزئية موجودة معنا في إنشاء الكمبيالة وهي الشروط الاختيارية في الكمبيالة فيه الشروط الاختيارية للكمبيالة إحنا عايزين نعرف إحنا عرفنا إن فيه شروط موضوعية وشروط شكلية دي إشتراتها المشرع لكن فيه كمان شروط اختيارية ممكن المتعاملين بالكمبيالة يضفوها يبقى يجوز للمتعاملين بالكمبيالة إضافة أي بيانات أخرى إلى جانب البيانات الإلزامية بشرط إيه هو الشرط بقى؟ ألا تخالف البيانات نظام العام ولا تؤثر على طبيعة الالتزام الصرفي الثابت فيه الكمبيالة يبقى أنا دلوقتي إحنا كمتعاملين في الكمبيالة عايزين نضيف بعض الشروط للكمبيالة قال لك تمام ديه في الشروط اللي أنت عايزها ولكن بشرط إن هذه الشروط لا تخالف النظام العام والآداب العامة ولا تؤثر على طبيعة الالتزام الصرفي اللي موجود فيه الكمبيالة طيب تعالوا نعرف مع بعض إيه هي الشروط اللي ممكن أضيفها في الكمبيالة عندي أول شرط ممكن أضيفه في الكمبيالة هو شرط الرجوع بلا مصاريف وبنسميه برضو شرط الرجوع بدون احتجاج شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول دول شرطين مش شرط واحد بس إحنا بنقول عليهم شرط واحد هو شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول شرط عدم الضمان شرط اختار المسحوب عليه يبقى دي الشروط الاختيارية اللي ممكن الأطراف يتفقوا مع بعض إنهم يضيفوها على الكمبيالة طيب بس عايزين بقى نتفق مع بعض على قاعدة عامة إيه هي؟ إذا وضع الساحب شرط فالشرط ده هيسري على الكمبيالة بالكامل يبقى لو اللي واضع شرط من الشروط دي اللي احنا قلناها اللي كان وضعه هو الساحب هيبقى الشرط ده هيسري على الكمبيالة بالكامل بجميع إيه؟ بجميع أطرافها بجميع الموقعين عليها طيب إذا وضع أحد المظاهرين الشرط لا في الحالة دي الشرط ده هيسري على المظاهر وحده تنفيذا لمبدأ عندنا فيه القانون التجاري اسمه مبدأ استقلال التوقيعات طيب تعالوا مع بعض بقى نبدأ بأول شرط عندي من الشروط الاختيارية في الكمبيالة وهو شرط الرجوع بلا مصاريف وبنسميه برضو بدون احتجاج وفي البعض بيطلق عليه شرط الرجوع بدون نفقة يبقى أيا كان المسمى من الثلاثة دول فهو صحيح طيب إيه قصة بقى الشرط ده؟ أنا عندي قلنا قبل معاد الاستحقاق احنا قلنا ايه في الاول ان فيه علاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه الساحب هو ده ان ليه المسحوب عليه؟ يعني الساحب له فلوس عند المسحوب عليه وقلنا في نفس الوقت الساحب عليه فلوس ليه المستفيد طيب الساحب والمسحوب عليه ليهم علاقة بعض وعارفين بعض طيب الساحب والمستفيد ليهم علاقة بعض وعارفين بعض لكن ممكن ان المستفيد والمسحوب عليه ما يكونوش يعرفوا بعض يبقى الوسيط ما بينهم او العامل المشترك ما بينهم هو مين هو الساحب طيب هيجي المستفيد ممكن يروح للمسحوب عليه علشان في معادة الاستحقاق المسحوب عليه يقوله ايه يقوله لأ والله انا ما عرفقش انا هسدد للساحب انا هوفي المبلغ للساحب طيب علشان المستفيد بيتفادى هذا الموقف بيعمل ايه قبل معاد الاستحقاق بيتوجه المستفيد للمسحوب علي يبقى قبل معاد الاستحقاق بيتوجه المستفيد او الحامل الشرعي للكمبيالة للمسحوب علي وبيقدم له الكمبيالة لقبول يبقى بيقدم له الكمبيالة علشان يقبلها والله لو المسحوب عليه قابل الكمبيالة كده يبقى ما فيش عندي اي مشكلة طب لو المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة في الحالة دي على الحامل الشرعي انه يحرر احتجاج اسمه احتجاج عدم القبول يبقى في الحالة دي الحامل الشرعي هيثبت ان المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة او رفض الكمبيالة هيثبته ازاي؟ هيثبته بانه هيعمل احتجاج اسمه احتجاج عدم القبول ده قبل معاد الاستحقاق في معاد الاستحقاق هيتوجه مرة تانية المستفيد او الحامل الشرعي يقدم الكمبيالة للوفاء وهيحرر احتجاج اسمه احتجاج عدم الوفاء يبقى انا عندي هنا الحامل الشرعي هيقدم كم احتجاج هيعمل احتجاج عدم القبول في حالة اذا المسحوب عليه رفض قبول الكمبيالة وهيحرر تاني احتجاج اسمه احتجاج عدم الوفاء في معاد الاستحقاق طيب مش الاحتجاجات دي بتتكلف مصاريف ووقت ومجهود ايوة طيب يبقى الحامل الشرعي اكيد هيكون متضرر وهو بيحرر هذه الاحتجاجات لانه بيتحمل مصاريف في تحرير الاحتجاج فممكن اضافة شرط في الكمبيالة اسمه شرط الرجوع بلا مصاريف او شرط الرجوع بدون احتجاج الخلاصة شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاج بيعفي الحامل الشرعي للكمبيالة من تحرير احتجاج عدم القبول وتحرير احتجاج عدم الوفاء طيب ده كان اول شرط معنا في الشروط الاختيارية في الكمبيالة طيب باذن الله هنكمل مع بعض الشروط باقي الشروط في الحلقة القادمة لان للأسف وقت حلقتنا النهاردة انتهى اشوفكم على خير في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته